غارق بين هذه الأوراق وصفات طبية قرارات إدارية لحد اليوم لا يصدق هذا الأستاذ المغلوب على أمره ما حدث له تتقذفه الإدارات منذ أكثر من ثلاث سنوات ذنبه الوحيد أنه أصيب بمرض انتفاخ الغدى الدرقية منذ العام الرابع حقوقي تم سعر الاجتماعية مهضومة تم المنصب المالي تاعي فقدته مسؤولين في مدير التربية قل لي لما قلوا أنا راح للمحكامة الإدارية قل لي أنا لما تروح للمحكامة الإدارية ما راحش تضر لي لأنك أنت راح تقول تتكلم باسم مدير التربية لوسط الجزائر تم هدو الناس تم المسؤولين بهذا المستوى لأنه ما ينظرش إلى سمعة الإدارة خالد بالقاسم أستاذ في الطوري الابتدائي كان في عطلة مرضية طويلة لكن جباروت بعض المسؤولين وهنا نقصد مديرية التربية للجزائر وصد حرمت المعلم من منصبه بعد أن اتهم بإهمال المنصب رغم أنه برر غياباته رحت المدرية العامة للوظيف العمومي وبعدما قدمت له من الملف التابي كامل اتخذت مدرية العامة للوظيف العمومي قرار بإعادة إذماجي بعدما رسلت الوظيف العمومي رسل مدير التربية بإعادة إذماج إلغاء قرار العزل وإعادة الإذماج وما قلت بإحنا درنا الإجراء إعادة الإذماج ولو يتحجوه بالمراقب المالي على مستوى المولية ولو يتحجوه بالمراقب المالي بأن المراقب المالي يرفض تأشيره على قرار إعادة الإذماج عند الله تلتقي الخصوم وترد المظالم هكذا يتسلح هذا الأستاذ المسؤول على سبعة أفراد لا يجد غالبا ما يطعمهم حلمه الوحيد أن يعود لعمله ليعود الاستقرار لحياته